بعد تناول جهود الدولة متمثلة في استرازجية 2030 وأيضاً بجيما يتصل بالأسرة المصرية ووجود الحوافز التي تساعد على حل تلك القضية ممكن أن نقول أن القضية السكانية لها شقين يتمثل في السؤال هل هي القضية منحة أم نحنة بالنسبة لنا في الإطار الذي طرحناه من زيادة السكانية في مصر والأسرة المترتبة عليها فهنا في إطار المحنة لأن هذا الاختلال لابد من معالجته والقضاء عليه في خلال تنفيذ البرامج السكانية في معالجة تلك القضية يعني ممكن نقول أن نبدأ أن نسعي في الارتقاء بنوعية حياة الفرد في مصر من خلال ماذا؟ من خلال خفض معدلات النمو السكاني لأن خفض المعادلات يتيح للفرد فرد كثيرة من التعليم فرص كثيرة من التسقيق فرص كثيرة في إيجاد فرص العمل فرص كثيرة في إيجاد الراحة النفسية في الإنتاج بالنسبة لأي مجال من مجالات العمل برضو استعادت مصر مكانتها الرياضية من خلال حاولة استعادة خصائص الشخصية المصرية من حيث النحية المعرفية والنحية المهارية والسلوكية يعني عدد عبر إيه عادة تنشيئة توجيه السلوك الإنسان المصري بأن يكون إيجابيا في مجاهبة معالجة أي قضية أو أي مشكلة وخاصة النمو السكاني برضو النقطة السيئة أوي ما جاء من النشيد إليها أن تركيز السكان في مصر بتركز في مساحة مكانية محدودة جدا تصل إلى حوالي 5% من مساحة مصر كلية هي اللي هي وادي نهر النيل والدلتا وطبعا هذا طبعا سوق توزيع ولا شك أن جهود الدولة أيضا في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في مساحات أقصر التساع عن الوادي والدلتا يؤدي أيضا إلى حل إلى هذا التزاحم وهذا التزايد السكاني برضو تحقيق عنصر هم جدا تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي من خلال تقليل البيانات في المؤشرات التنموية إحنا عارفين أنه في اقتلال في بين المحافظات وبعضها البعض خاصة أن هناك فصل في النمو والتنمية في محافظات الصعيد عن محافظات الواجه البحر لم يحصل توازن في توزيع الاستثمار الدولة على مختلع في ربوع محافظات مصر يؤدي إلى وجود العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي طبعا هذا السعي وهذه الجهود لا شك أنت ممكن أن تحول المحنة التي نحن نحن فيها إلى منحة خاصة أن هناك نقطة أساسية أن يجب أن نشير إليها أن الهرم السكاني في مصر يصل أن نسبة الشباب من مجموعة عدد السكان الذي يصل منه وذكرناه إلى 100 أو أكثر حوالي كام في المية حوالي يصل إلى من 50 إلى 75% يعني نحن مجتمع شبابي لابد هذا المجتمع مقبل على كثير من المتطلبات التي يريد أن يحققها وأهمها لاستقرار وتكوين أسرة أن نوعي أثناء أنا وفي طبيعة هذه المشكلة السكانية طبعا الوعي يأتي من خلال الأمر هام جدا يجب أن نشير إليها أن المعرفة التي تلقاها أي فرد بإزاء هذه القضية لابد أن يمر بمي مرحلتين مرحلتين تؤدي إلى نتيجة هامة جدا إيه المرحلتين الأولا؟ المرحلت التمثيل يعني إحنا على الوقت عرفنا عديدا من المعلومات والحقائق التي تتمثل في طبيعة القضية السكانية وخاصاتنا في مصر من حيث الزيادة السكانية والأثار المترتبة عليها هذه المعرفة لابد أن نتمثلها ونحاول أن نتفهمها ونستوعبها زي التمثيل الغذائي نهدمها يعني من معنى الأصحة وأن نخذ بها إدراكا عقليا يتحول إلى ممارسة سلوكية في حياتنا اليومية التالي أعتبر من التمثيل المواءمة المواءمة يعني إيه؟ يعني قدرة الربط بين المعرفة التي نتلقها الآن بصدد هذه القضية وبين الخبرات التي نحن نمتلكها ونحن نتعرف بها عن هذه القضية وممكن نعدل وفق المتطلبات والإمكانيات التي تمتلك الفرد أو الأفراد الأسرة أن تعالج هذه المشكلات السكانية ليه؟ التمثيل والمواءمة هذا الأنصرين يحقق بذاتنا إلى الوصول إلى مرحلة التكيف معنى إيه التكيف؟ التوازن أننا نستطيع أن نبذل الجهد المناسب في ظروف مواتية تساعد على الإنتاج وساعد على التطوير والاستثمار ونحقق في الآخر أن ننشده تحقيق التقدم الرقي الذي نسع عليه في مجتمعنا المصرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر